شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزري للجنة بناء السلام وذلك على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك هذا وقد أشهد وزير الخارجية بدور سكرتير عام الأمم المتحدة وبجهوده لضرح أجندة السلام الجديدة ومقترحاتها لتعديد دور لجنة بناء السلام والتي من شأنها أن تسهم في تطوير منظومة العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام مشيرا إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا كما شدد وزير الخارجية على محورية الارتقاء بالشراكة الأممية الأفريقية في خدمة أجندة بناء السلام واستدامة السلام فضلا عن تفعيل مفهوم تواصل الاستجابة من أجل استدامة السلام خاصة في سياق المراجعة المرتقبة لمستقبل عمليات حظ السلام الأممية